السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم هنتكلم عن كم تكلفة الحواض والأزولة بالنسبة للمبتديين وشو الأشياء المطلوبة للحواض عشان تحافظ على كثافة الأزولة وتعطيك إنتاج طيب وتوفر على نفسك أول شي يعني يعني تحتاج ما بتحتاج كمية كبيرة من الأزولة أو حواض كثيرة هو حوض واحد تسوي أو حوضين للعرض ستين سانتي في طول مئة وستين سانتي العرض عندي تلت طوابق والطول تلت طوابق للجمالي مئة وستين في ستين سانتي ارتفاع المي بيكون من خمسة وثلاثين سانتي إلى أربعين سانتي الأشياء الأساسية اللي بتحتاجها الأزولة اللي هو أول شيء السماد البقر المعالج حيريا فقط إذا حاب تهتم فيها وتعطيها بشكل وإنتاج كثيف هو ما شاء الله السماد البقر يعني نفس ما بيعتشوف تعطيك إنتاج طيب وكثيف جميل جدا يعني في ناس بس بتحط أزولة لحالها بس أنا أفضل أن تكون الأزولة ميكس مع عدس المي لأنه عدس المي هون بغطي فراغات الأزولة وبتحمل الأزولة لأنه يصيبها طحالب أول شيء بخصوص الحوض بتعمل الحوض مشمع وطبوب ما يحتاج اسمنت ولا أي شيء بتعمل الحوض مشمع وبتحط مي من خمس سنتين لأربعين سنتين بعدين بتحط للسماد لتر للمتر المربع أو كيلو بس أنا أفضل أنه يكون السماد سائل بعد ما تحط السماد بتحط كبريتات لنحاس بتحط 3 جرام للمتر المربع بتحسب طول الحوض في عرضه وبتحط القرامات على حسب الطول والعرض اللي عندك بعدين بتحط الأزولة عادي فترة أول أسبوع ما بتحصد بالأزولة ولا بتعطي الحلال ولا أي شيء بسبب كبريتات لنحاس لأنه فيه زي سموم بتأثر على الحلال وممكن تصيبهم بمشاكل معوية هاي أول شيء الحين أنا الحوض اللي عندي ستين سنتين في مئة وستين طول وعرض ستين بيعطيني انتاج انتاج تقريبا من 3 لأربع كيلو كل ثلاثة أيام لأزوله ما شاء الله يعني في الانتاج سريع جدا وما بتوخد وقت بس يعني بخصوص للتغذية والحلال للأبقار والأغنام يفضل أنها تتجفف من 10 ساعات إلى يوم كامل بالنسبة للدواجن عادي من الحوض أطول وعطيهم لأنه بتقوي عندك مناعة الدواجن والأمور هاي فيفضل يعني أنك لا تبلش كمية كبيرة من الأزوله عشان بتعرف كيف نظام الأزوله والاهتمام والأمور هاي لأنه طبعا لو دخلت في في الكميات الكبيرة ممكن تخسر فأنت بتجنب الخسارة الحواض تقريبا كلها كلفتني الحواضين 200 درهم فقط بإمكانك تزيد الحواض مع الأيام بس توصل للخبرة الكافية يعني تهتم في الأزوله لأنه الأزوله جدا نبتة حساسة وإذا ما أعطيت الاهتمام الكافي ما بتعطيك إنتاج طيب فعشان الانتاج الطيب لازم رعاية ممتازة ويعني بعد ما تزرعها أول أسبوع بتشوف الانتاج على طول بدأ يزيد لو تراكمت الأزوله بتسبب عندنا مشاكل أنه المساحة فبتصير تطلع الأزوله فوق بعضها الأزوله اللي تحت بتصير تموت فإحنا بدنا نتجنها بهالأشي ونصر نحصل على السريع الحين هالو الحوضة نزارها تقريبا من الأسبوع الحوض الثاني برضو من الأسبوع بس ما فيه اهتمام كافي شوف الفراغات شوف معظم الفراغات اللي موجودة عدس المي مش الأزوله هذا الحوض أنا مسويه بالم بي كي عشرين 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 هالحوض بالسماد البقر المعالج حرريا شوف فرق الأحواض فعشاني كان أفضل أن السماد البقر المعالج حرريا هو يكون الاعتماد الكل عليه للأزوله تعطي غذاء الغذاء للأزوله هو يعني أكتر شي مناسب لان نستخدم الام بي كي أحيانا حتى الأزوله بتبدأ تنحرق مع الام بي كي وفيه شغلة ثانية في الأحواض أنه فترة الصيف مع التفاعدة درجة الحرارة لو الأحواض ما كانت مغطاية من فوق بترباء خمسين في المية أو سبعين في المية الأزوله ببدأ يتغير لونها السبب أنه الأزوله من تحت بتحاول تتأقلم على درجة الحرارة فيفضل أن تكون الأزوله مغطاية من فوق عشان بتحافظ عن اللونهم كل شيء يعني وبرضو فيه مشاكل اللي هي الحشرات اللي بتواجه المعظم اللي عندهم أزوله إنه بطلع لهم حشرات في الأحواض فبتوكل جذور الأزوله وبتموتها فبإمكانك تستخدم المبيد الحشري ثلاثة برضو ثلاثة جرام للمتر المربع أو ثلاثة ميلي للمتر المربع وعشان تعطيها لون وقوة جذور عندك الحديد المخلبي والعناصر الصغراء يعني بس يعني بفضل إذا بتستخدم سماة بقري لا تستخدم أي شيء من اللي ذكرتم وبالنسبة للأدوية والأشياء هاي إن شاء الله ببعتلكم إياها بالتفصيل على القروب بإذن الله شكرا شكرا